أهلا بكم ونبدأ محليا حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن شركة نوال الطاقة بدأت المرحلة الاعتيادية لتزويد الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية بوقود نووي جديد والقيام بأعمال صيانة دورية لها وسوف تشمل هذه المرحلة إضافة حزم جديدة من الوقود النووي وإجراء مجموعة من أعمال الصيانة والاختبارات للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء والأنظمة المتعلقة بالأمان وغيرها شكرا